بسم الله نستهل التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي معالي كارلوس اوغستينو دوراساريو رئيس وزراء جمهورية موزنبيق في جناح بلاده في اكسبو 2020 دبي واشهد سموه بعمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين وما تشهده من تطور مستمر في ضوء تطبق الرؤى والحرص المتبادل على توسيع اطر التعاون لتشمل شتى القطاعات الحيوية واستعرض صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مع معالي رئيس وزراء جمهورية موزنبيق خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وخلق مسارات جديدة لتبادل الخبرات والافكار بما يدعم جهود التنمية ضمن القطاعات الأولوية والمجالات محل الاهتمام المشترك خاصة الاقتصادية والاستثمارية وبما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الصديقين من جانبه أكد رئيس وزراء جمهورية موزنبيق عمق علاقات الصداقة والتعاون بين بلاده ودولة الإمارات منوها بحرص بلاده على تطويرها وأخذها إلى آفاق جديدة تسهم ضمن إطارها الأشمل في توسيع دائرة التعاون العربي الأفريقي بوجه عام كما أشاد معالي كارلوس دوراساريو بالتنظيم عالي المستوى لهذه الدورة الاستثنائية من معرض أكسبو 2020 دبي الأكبر في تاريخه والتي تقام للمرة الأولى في منطقة شرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا مؤكداً أن دبي ودولة الإمارات لديها من القدرات والإمكانيات ما يجعلها نقطة الانطلاق النموذجية للعالم نحو مستقبل مزدهر حافل بالابتكار والتقدم لما فيه خير الشعوب كفة حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم ومعالي ريم بن تبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمعرض أكسبو 2020 دبي ومعالي الشيخ شخبوت بن نهيان وزير دولة وسعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لدي بي ورد موسيقى 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 موسيقى